السلام عليكم اخوتي اخواتي لابس اليكم انتوما الاخير انتمنى تشاهدو هاد الفيديو انتوما فصحة جيدة وعواشر مبروكة اليوما نديرو الاشا شوية ديال الهرقما نتعشو بيهم ها ها هم عندي معي انا يكاين احنا عندي الهرقما ديال العجل وكل واحد يدير القدر اللي بغى دا باوقل تغدي لنا نصيب معاكم هاد الهرقما هاتي انا هنا تندير فيها البصلة كاللي ما تيديرش البصلة ولكن البصلة تتعطي واحد ضغمير او تدوب ما تتبقاش درس هنا البصلة وغادي نديرو الهرقما هنهي الهرقما خاص يكون هاد الجهة اللي فيها ماشي هكا هكا غا تلصق لنا هادي خاص يكون الهرقما هولي يكون هنا في التحته وولي نديرو هكا هولي تنكونوا تنديرو من بعد عندنا توابل توابل هنهي عندي الخرقم البلدي عندي ورقة ديال سيدنا موسى عندي تحميرا الكامون كامون عويدة تدير القرفة ما تنضيش هنا القرفة غبرة تترد المرقى احنا بغينا المرقى جينا عكرية جي حمرة ماشي جي جي كحلة مهم قلت لكم هناك الكامون والقرفة وهدو كالتي تدير السكر كالتي تدير كالتي تدير السكر انا ماشي لديش سكر منها باشي لك انه الكرين كبار والاشي حاجة تديروا التمر انا ما عنديش تلك التمر الكبير عندي غير هذا حيكت انا هذا را كنت مصايبة معكم بها العسل وصايبة بها العاصر وكل شي كاين هنا فلاشين هاد التمر هادا اتي عجبني بزاف وتيجي بنين والديد وفيه فوائد كثيرة بزاف المهم هنا عندي سكنجبير والبزار الملحة الخرقوم الحميرة الكامون القرفة التمر هادو كل هم غنديروها التوابيد هادو بزافة الحر الزعفة الحر بدرتو هنفة في شوية ديال الماء و هادة الزعفة الحر درتو هنفة في شوية ديال الماء اللي بغى يخلطهم بجوج يخلطهم بجوج ماشي مشكي سافي دابا غادي نخليهم يطيبوا شوية ومن بعد غادي نعود رجع لهم وعاد غادي نزيد الحمص عاد غادي نزيد الحمص ومن بعد غادي نزيد زبيب اللي بغا يدير زبيب يديرو اللي ما بغاش فلاش الحمص ما تكونش انا عندي هنا كارف الموج بميد خرجته ما تحيدو رجع لاجليه وخليه بالجلف ديوله وصافي دبا غادي نديرها انا عندي هاد الانية ديال ديلت ضو غادي نديرها تطيب على المهل واللي عنده غادي يديرها فالكوكوت يشعل عليها في الاول تكون مجهده وفي الأخر انقص على عافية وخليها يطيب على المهل واللي دارو في الكوكوت ودارو على الجمار اي ما احسن من بعد هنا عندي الماء سوف نمرق أعرف تصول هرقمخص هالماء سيكون سيكون مغطية مغطية لها الماء لمن الماء به سننزيل الماء سوف نزيل الماء سوف ننجح نسهر الماء هناك المرقصة تعتبر الحفوات يتصرف إنه جيد دمكن مرقصة إلعان ظل مرن من أجل كما تجد المرقم ملبية وكاترة الكرعين سوف تجيز بي بعد ما يطيب هاد شوية دين سبيد وغاد يرجعناكم في طبقات كبينة ما قدريكم شبين ما بيينت لكم مش باشتر تحمص فاش خليت الكرعين شفتهم بدأوا شي شوية دين طيبو بدأ فيهم المص لي الطياب زدت عليهم الحمص فكنا عارف الحمص طيبين حيلا عارفتو بينا راها دين بغية واللي عندو الحمص قاسح يضيفو مع الكرعين فاش يديرهم في الأول هنا خليتو حتى بدو دين طيبو الكرعين عاد زدت عليهم الحمص وده برعني ستقدامكم الزبي غير حمص لنكم ماذا بتوش قبلتكم بدأ يرهم انا غرف هاد اسميتها هاد كوقط اللي وريتكم ديال الطو ولي دارهم فكوقط العادية يخليهم اللي عافيهم بي ليقضوا على خطرهم وتيجوا زويني كل مردهم الواحد بكري كل ما تتطلبون زيان على خطرهم وتيجوا والداد الكرعين راها مشي حاجزين السف مشي غال لكن الكرعين ديال بكري يمكن لك الواحد اذا احتضي الغنميت يومو تيجوا زويني طبعا ما تحتضي الغنميت هاو مرد كرعين بعد ما طابوا ووجدوا شوفوا المريقة ديالتهم كيف تتجي ملبية وخاطرة تتجي زوينة بثاف واحد الريحة ديالتهم واحد المضاق رائع زوين مشي حيتكم وصفي في حال هاكا ما ساهلين ما تيكونش فيهم اسميتو كلتي ديال لهم قزبورو المدنوس انا ما تنديروش لهم تندير لهم هاكا وكلتي ربطو تيدال ربطة ديال قزبورو المدنوس باش يتطلق المدنوس وماشي عالاكا الواحد الكرعين ديال الرجلين ديال البقراب الربعة او ديال لاجل هم احسن حاجات يكونوا ديال لاجل واحسن حاجات يكونوا الرجلي القداميين ويلا كانوا ديال لاجل الرومي تكونوا مزيانين لغيتي طيبوا الا بلدي ولا روما غير المهم يكونوا القدامين اللي بغى يشريهم يشري الرجلي القدامين هذا الشي اللي كلاين ونقول لكم في هاد الفيديو بسلامة لكم حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله وعواشر مبركة